بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثالثة من مادة مبادئ الاقتصاد الكلي بعنوان الداخل والانفاق أول حاجة هنتكلم فيها إن شاء الله اللي هي الاستهلاك طبعا الاستهلاك لازم نعرف أنه هو المكون الأول من مكونات الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق فقد تحدثنا في مصابق في الوحدة الثانية على أن الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق يتكون من الاستهلاك C زائد الاستثمار I زائد النفاق الحكومي G زائد صافي أصادرات XNOS M والمعلومة بس الجديدة اللي هنتكلم فيها دلوقتي إن الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق أو الانفاق الكلي هو نفسه الطلب الكلي فبنقول الطلب الكلي أو الانفاق الكلي هنرمز لبرمز Y بيساوي C زائد I زائد G زائد XNOS M طبعا تحدثنا برضو فيما سابق وقلنا أن من أهم مكونات الانفاق الاستهلاكي شراء السلع الاستهلاكية غير المعمرة زي المواد الغذائية من دقيق وفواكه وخضرات والملابس والحاجة الثانية اللي هي شراء السلع الاستهلاكية المعمرة زي السيارات والسلاجات والأجهزة المنزلية زي تلفزيون والأساس وغيره هذا بالإضافة للانفاق على الخدمات المختلفة من رسوم التعليم والعلاج والتأمين والسياح والسفر وخلافه من الخدمات تحدثنا برضو في الوحدة الثانية وكلمنا فيها عن أن الدخل المتاح يمكن تقسيمه بين الاستهلاك والإضخار ودلوقتي هنشوف الموضوع دوت وهنشوف مثال توضيحي على ذلك فبنقول الدخل الشخص المتاح بيساوي الاستهلاك زائد للإضخار وهنقول الدخل الشخص المتاح هنرموزه برمز Y وطبعا الاستهلاك هو السي والإضخار اللي هو الإس خلاص بنقول أن المعادلة هذه تسمى بمعادلة الدخل المتاح فالدخل Y يقصى معادة بين الاستهلاك والإضخار حيث أنها توجد علاقة مباشرة بين الدخل والاستهلاك من جهة وبين الدخل والإضخار من جهة أخرى وهذا يعني أن الاستهلاك هو دالة في الدخل وكذلك الإضخار أيضا هو دالة في الدخل أنا بس أود أن أقول أن هذه الدالة هتبقى دالة مجابة الميل يعني مجابة الميل يعني ترضية يعني في علاقة ترضية ما بين الدخل والاستهلاك فبزيادة الدخل يزيد الاستهلاك وبنقص الدخل ينقص الاستهلاك وبالمثل دالة الاضخار هي دالة مجابة الميل يعني دالة ترضية يعني زيادة الدخل يزود الاضخار ونقص الدخل ينقص الاضخار طبعا هذا الكلام كلام عام ومن الممكن أن ترد عليه بعض الاسسناء بنقول في المسالة التوضيحي بتاعنا دولاتي بنوء لذا كان لديك الجدول التالي والذي يوضح مقدار الدخل المتاح الواي والاستهلاك الزاتي اللي هو المستقل والاستهلاك التابع المستحس لاقتصاد دولة معينة بملايين الدولارات بنقول في العمود الأولاني عندنا في الجدول الدخل المتاح هو 02400 600 800 1200 1400 وعندنا الاستهلاك الزاتي بيبدأ بمية ثم مية برضو ثم بعد ذلك مية 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 ليه الاستهلاك الزاتي هذا سابت لأنه الحد الأدنى من الاستهلاك الذي لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه فهو حد أدنى من الاستهلاك وهو طبعا سابت لعلى أعتبار أنه حد أدنى ليس أكثر أما الاستهلاك التابع اللي هو البي في الواي عندنا بيبدأ لما يكون مرتبط طبعا دود بالدخل فلما يبقى الصفر يبقى صفر وعندنا بيبدأ ب150 300 450 600 وهكذا دلوقتي عندنا مجموع الاستهلاك إحنا طبعا هو يبقى مطلوب مننا مجموع للدخار مطلوب الميل متوسط للإستهلاك مطلوب اللي هو الـ ABC الميل متوسط للدخار EBS مطلوب الميل الحدي للاستهلاك MBC الميل الحدي للدخار برضو مطلوب كل هذه الأشياء مطلوبة وهذا هو المثال ونشوف ايه هو مطلوب بالتحديد المطلوب بالتحديد وضح المقصود بالاستهلاك الذاتي والاستهلاك التابع المطلوب رقم 2 احسب مجموع الاستهلاك لهذه الدولة ووضح المقصود بالدلة الاستهلاك احسب مجموع للدخار واشتق دلة للدخار اوجد الميل المتوسط للاستهلاك والميل المتوسط للدخار وما هي العلاقة بينهما اوجد الميل حد الاستهلاك والميل حد للدخار وما هي العلاقة بينهما ارسم خط الداخل وارسم دلتين الاستهلاك والضخار مع توضيح العلاقة البيانية بين الدلتين ما هي نقطة الداخل التعادلية اللي هي نقطة التعادل مع توضيحها بيانية الحل أول حاجة المقصود بالاستهلاك الذاتي والاستهلاك التابع طبعا معروف أن الاستهلاك الذاتي أو هنقول دلوقتي أن الاستهلاك الذاتي الذاتي هو يسمى كذلك بالاستهلاك المستقل أو التلقائي يعني إيه مستقل أو التلقائي يعني ليس له علاقة بالداخل يعني لا يتغير بتغير الدخل فهو استهلاك مستخل لذلك في بيانات المثال سمح نشوفنا دلوقتي كان سابت 100 100 100 لا يتغير بتغير الدخل وهذا يتمشى مع واقع الحياة حيث لا يمكن تصور عائلة من العائلات بدون استهلاك حتى ولو لم يكن لديها دخل أو حتى لو كان دخلها صفر حيث يتم الاستهلاك في هذه الحالة من خلال مثلا المندخرات السابقة أو عن طريق الاقتراض مثلا طيب وهنرموز لهذا الاستهلاك اللي هو الاستهلاك الذاتي بالرمز A وهو يعني قيمة الاستهلاك عندما يكون الدخل تساوي صفر يبقى الاستهلاك الذاتي أو التلقائي أو المستقل نسميه زي ما نسميه نسميه الذاتي نسميه مستقل نسميه تلقائي المهم هذا الاستهلاك هذا الاستهلاك الذاتي أو المستقل لابده أن يساوي رمز معين أو هنرمز له رمز معين وهو الرمز A وهذا الرمز يرمز يعني قيمة الاستهلاك لما يكون الدخل بيساوي صفر طيب هذا هو الاستهلاك الذاتي أو المستقل ما اللي التابعي بالضبط الاستهلاك التابع من اسمه تابع تابع مين بالضبط؟ تابع الدخل يعني يزيد بزيادة الدخل وينقص بنقص الدخل يزيد بزيادة الدخل وينقص بنقص الدخل ويسوي هذا الجزء من الاستهلاك المقدار بي واي بي واي وهنشوف دلوقتي إن البي هي المئة لحد الاستهلاك والواي طبعا هو الدخل هنشوف هذا الكلام لاحقا الآن طبعا الحاجة اللي بعد كده مجموع الاستهلاك مجموع الاستهلاك هو مجموع بيساوي على طول الاستهلاك الزاتي A زائد الاستهلاك التابع ال-B في ال-Y وهذه المعادلة هي ما تسمى بدلة الاستهلاك ويمكن أن نكتب دلة الاستهلاك برضو بشكل آخر أو بطريقة أخرى بنقول دلوقتي إن السي بتساوي ال-A زائد ال-B في ال-Y ال-A اللي هي الاستهلاك الزاتي أو المستقل وال-B اللي هو المين للحد الاستهلاك و-Y اللي هو الدخل يبقى حيث أن ال-A هي الاستهلاك الزاتي وال-B هو المين للحد الاستهلاك وال-Y هي قيمة الدخل طبعاً المين للحد الاستهلاك هو قيمة موجبة لابد أن تندرج ما بين الصفر والواحد الصحيح هذا ما أود أن أقوله بالنسبة للمطلوب رقم 3 اللي هو مجموع للدخار واشتقاق دلة للدخار بنقول عايزيني نشتاق دلوقتي دلة للدخار نقول أنه يمكن إيجاد مجموعة للدخار عن طريق المعادلة التي نحن عارفنا من قبل أن الدخل ينفق على الاستهلاك وعلى الدخار دي حاجة عرفناها من قبل حيث كلنا من قبل أن ال-Y يساوي ال-S دال если طب لو أنا حبيت أجيب ال-S الوحدها في الطرف أقول إيه أقول إن ال-S بتساوي ال-Y اللي هو الدخل لنقص الاستهلاك على تبقى أن الدخل ينفق أو يتم توزيعه على الاستهلاك وعلى الدخار فلو حبيت أجيب الاستهلاك أقول الدخل نقص للدخار ولو حبيت أجيب للدخار زي ما هو مطلوب الآن أقول إن بيساوي الدخل نقص الاستهلاك طيب أنا عايز دلوقتي أعمل اشتقاك لدلة للدخار بيقولك دولتي طالما أن الدخل يقسم بين استهلاك والدخار حيث أن ال-Y يساوي C زائد ال-S فإن دلة للدخار يمكن اشتقاك من دلة الاستهلاك حسب الخطوات التالية هنشمشي دلوقتي خطوة خطوة وهنلاحظ إن الموضوع سهل جدا وبسيط ما فيش فيه أي تعقدات في البداية بنقول إن الواي بيساوي C زائد الـ S كلام مظبوط يبقى إذن الـ S بتساوي إيه الـ S بتساوي إيه بتساوي الـ Y ناقص C على أعتبرنا هنجيب الـ S الوحدة في طرف خلاص والباقي في طرف آخر طيب طالما دلوقتي الـ S بتساوي الـ Y ناقص الـ S طيب أنا هشيل الـ S وحط قيمتها طيب أنا عارف إن قيمتها من شوية بتساوي الاستهلاك الزاتي زائد الـ B في الـ Y يبقى بتساوي إيه بنقول إذن الـ S بيساوي Y ناقص افتح قوس الـ A زائد الـ B في الـ Y اللي هي الـ A زائد الـ B في الـ Y اللي هي السي اللي هي تعويض مباشر عن السي طيب من هذه المعادلة نحصل على المعادلة الآتي برضو هنضرب دلوقتي السالب هنفتح القوس هنتخلص من الأقواص يبقى الـ Y زي ما هي هي نزلت في المعادلة اللي بعدها والسالب زي ما هي بس هنضرب السالب في الـ A تبقى سالب A ثم السالب في الـ B في الـ Y هتبقى سالب B-Y كلام سهل وكلام بسيط ما فيش فيه أي حاجة طيب الـ S هايزين ننتقل إلى المعادلة التالية هنرتب المعادلة بس هنرتب ترتيب يعني هنجيب السالب A في البداية وبعدين ندخل الـ Y جوة شوية هيتبقى سالب A هنسائد الـ Y ناقص الـ B في الـ Y ما عملناش حاجة خالص ترتيب لتشكل المعادلة بس طيب بعد كده هنعمل إيه هناخد الـ Y مشترك لما أخد الـ Y مشترك إيه اللي هيحصل هيفتح قوس هيتفضل لما أخدوا الـ Y مشترك هيتفضل منها إيه هيتفضل منها واحد طيب لما أخدوا الـ Y هنا هيتفضل منها إيه هيتفضل لـ B يبقى إذن دالة الاضخار بتساوي سالب A زائد الـ Y افتح قوس واحد ناقص B وبنقول هي دي تبقى دي دالة الإيه الاضخار يعني هنا برضو في دالة الاضخار هو كل اللي عملوا في الدالة الأخيرة إن إحنا شننا الـ Y وحطناها في الآخر يعني قلنا إن الـ S بتساوي سالب A زائد الـ Y في افتح قوس واحد ناقص B شننا الـ Y في ضرب الواحد ناقص B خلينا الـ Y في الآخر على اعتبار إن الـ Y ضرب القوس هي نفسها القوس ضرب الـ Y فاحنا معروفا لدينا يعني في السنوات السابقة في المراحل التعليمية المختلفة إن الضرب تبقى دولي يعني لما أقول مثلاً Y ضرب قوس هي نفسها القوس ضرب الـ Y زي ما أقول مثلاً الخمسة في سبعة زي السبعة في خمسة هي هي ما تفرقش كتير طيب يبقى إحنا دلوقتي انتهينا إن دالة الاضخار بتساوي الـ S بتساوي السالب A سالب الاستهلاك الزاتي زائد افتح قوس واحد ناقص B واحد ناقص الميل حد الاستهلاك ضرب A الدخل طيب بعد كده بنشوف الميل المتوسط للاستهلاك والميل المتوسط للاضخار كلام سهل وكلام بسيط ما فيش في حاجة خالص بنقول الميل المتوسط للاستهلاك بيساوي الاستهلاك على الدخل ويعني هنرموز للميل المتوسط للاستهلاك بالـ A B C اللي هو بيساوي السي على الـ Y سي يعني استهلاك وY يعني دخل يبقى الـ A B C اللي هو الميل المتوسط للاستهلاك يساوي الاستهلاك على الدخل تقسيم الاستهلاك تقسيم الدخل بنفس الكلام بنقول الميل المتوسط للإدخار الميل المتوسط للإدخار بيساوي هنرمز له برمز ABS يبقى الاستهلاك ABC نركز شوية الميل المتوسط للإدخار ABS يبقى ABS بيساوي إيه؟ بيساوي S على Y يعني بيساوي للإدخار على الدخل طيب الحاجة اللي بعد كده بنقول نلاحظ من الجدول الصابق أن الميل المتوسط لإدخار الاستهلاك يتناقص بتزايد الدخل والذي يعني في نفس الوقت تزايد الميل المتوسط للدخار مع تزايد الدخل طبعا الكلام ده كله إحنا هنشوفه بالتفصيل لما نيجي نحل العيبان لما نكمل بيانات الجدول بتاعنا إن شاء الله بنقول يلاحظ أن الميل المتوسط للاستهلاك زائد الميل المتوسط للدخار لابد أن يساوي الواحد الصحيح يعني لما نيجي نكمل بياناتنا وهنكمل بيانات الجدول بتاعنا لازم هنلاحظ أن ABC زائد ABS تساوي الواحد الصحيح وبالمثل هنشوف برضو الميل الحدي لاستهلاك والميل الحدي للدخار